رفيق مصالحة طبيب أعصاب صباح الخير أهلا وسهلا فيك يصبحك بالخير أهلا وسهلا قداش عن جد إحنا بدنا أعصاب لنواكب كل هاي التطورات والحياة اليومية اللي عم نخوضها الصحيح يعني بنحكي إحنا عن أعصاب بشكل عام أما هاته بدنا دماغ صحيح واسع ومرتب لواكب لأنه إحنا نعيش اليوم في فترة بنسميها نقول في الإنجليز يعني كثير من المعلومات من المهام من المشاغل اللي بتخشغل بالنا وهيك بيكون في عنا نوع من عدم الترتيب في الدماغ وخلايا الدماغ وبهذا الشكل بتصير فينا شربكي يعني أنا في الحياة نكون في عمل اليومي في عندي كثير من المرضى في جيل الشباب يعني في جيل ثلاثين أربعين بيجوا وبشكوا وخايفين إنه بغفية عندهم ألتسايمير بيحكوا لي إنه إحنا مننسى منحط إشي معين هون مننسى من نضع منعمل شغلة معينة بعد شوي ما منعرف كيف عملناها وين تعملناها نساء في المطبخ اللي بتدور بتفتش عن السكر والمنع والطبخة عن النار تنساها والغاز مول هاي الحالات حسب رأيي مش ألتسايمير في معظمها طبعاً إحنا منكون في أعمال كتير نقول قبل أنت تأخذ الأمور وتقول إنه هاي الشغلة هي نتيجة ضغوطات نتيجة نفسية لازم يكون يعني في هناك مثل بيقول إنه في المكبرة ملايين الناس اللي عندهم هستيريم يعني اللي لازم بالأول تشوف إذا في إشي عضوي طبعاً في كثير حالات إحنا منكون في فحص مثل الصورة مقطعية للدماغ ممكن بنعمل فيتامينات بي 12 وهي شيء ثاني شرح للمشاهدين شو هن الأعصاب يعني إحنا منحكي على شحنات عم نحكي على عشو بالظب شو هن الأعصاب يعني أنا بقول موضوع واسع جداً مهم جداً نفهم إنه المشكلة يعني القضية هي إنه نفهم إيش هو الدماغ الدماغ هو مصدر وأساس عمل كل العمل سواء الفيزي يعني كانوا في القدم يقسموا الدماغ وكان أيام حتى سوكرات كان يحكي إنه فيه إنه الدماغ اللي ما نسميه الفيزي الأرج العضوي فيه الدماغ البسيخي النفسي السايكولوجي أكتر السايكولوجي بالضبط ولذلك الدماغ هو بحد ذاته عبارة عن إذا نطلع عليه عبارة عن عضو صغير جداً مبهم ما نعرف عنه أي شيء يعني خذ القلب ممكن أنا أسمع دقات القلب ممكن أسمع النبد أشوف أحس النبد حتى ممكن أحس الكبد والنفس بينما الدماغ سعب موجود في داخل علبة اللي هي الجمجمي اللي العظم الجمجمي مكون يعني من أقوى وأصلب عظام الجسم أساسي دافع عن الدماغ نعم إذا الدماغ هو بحد ذاته تحمي عبارة عن وزنه يساوي اثنين ألف وخمسمائة غرام عند الرجل وألف واربعمائة عند المرأة شو هذا الذكاء؟ بس هذا مش مقرأة ذكاء مش مقرأة ذكاء أبداً أبداً صحيح أنا بنقول الكيف للكم نعم لكن ليه أنا بقول هيك؟ يعني أنه في عنا في الدماغ حوالي 100 مليارد نيرون 100 مليارد خرية اللي بنستعملهم بشكل عام المعروف حوالي 20% وذلك ظل إنه 80% وذلك بتلاقي ناس بيستعملوا أكثر شوي بيكون عندهم ذكاء هيك في ناس بيستعملوا أقل شوي ولذلك نظرنا بنشوف أنه الدماغ وزنه 1500 غرام ولكن هو يساوي 2% من وزن الجسم بينما يستغل ويتطلب إلى 25% من كمية الأكسجين وكمية نبض الدم أو كمية الدم اللي بيوزعها القلب على باقي أعضاء الجسم تخيل بين 2% إلى 25% بورينا وبنشوف من هون أنه خلايا الدماغ تحتاج إلى كمية هائلة من الأكسجين ومن الطاقة لأنها بتعمل عمل غير طبيعي يعني طول الوقت تحتاج إلى الطاقة وأيضاً السيكولوجيا على جسم الإنسان ونمط حياته اليوم يومي وفي عندك العوامل الخارجية الأخرى وما بعرف إذا هو المصطلح خارجي هي صحيحة كيف حضرتك ذكرت الهيستيري فممكن تأخذني على الصرع الإبليبسيا وكل هذه الأمراض اللي الصعب على الإنسان أنه يسيطر عليها حين أو عند الإصابة نتحدث عنين والفرق ما بينتين قبل كل شيء بدأ أقول أنا يعني في آخر مدي بشغلني إشي موضوع مهم في وسطنا العربي هون اللي منسميه العنف يعني هل إحنا يعني نتيجة الإشي الأثني العرقي أنه إحنا عنفين هل إحنا دماغنا يختلف عن دماغ البشر وأنه إحنا يعني واحد أي إنسان أزعلك أغضبك بدك تحمل لك فرد وتقوسه ولا سكين وتضربه ولا شو فيه مشاكل شفت أنه فيه بحث كان يعني هو قديم شوي يعني من الستينات سبعينات عن كيف بتتصرف حتى الحيوان في ظروف معينة أخذوا خمستاشر فرق مختبر وضعوها في كفص في المختبر وعطوها أكل وعطوها شرب شو بده بس أكل وشرب ومبسوطة معايشة مبسوطة بعد سنتين تكاثرت طبعا تكاثر هناك كل ثلاث أشهر بتكاثر الفيران وصلت عشر أضعاف يعني 150 فار في نفس الوقت ما أعطوهم زيادوا الأكل زيادوا الشرب ولكن ما أضفوش مساحة الحياة يعني نفس الكفص اللي هم فيه في هاي المرحلة لاحظوا أنه هذه الفيران بدأت تهاجم بعضها بدأت تتحارب وتوكل حتى القريم الفيران ليه يعني زي الشراء على هاي وأنا بقول إحنا دماغنا برضو نفس الشيء بده حياة يعني فيه عندنا منطقة نسمى الأميكدلا اللي هي الدفاع عن الوجود والدفاع عن حيزك في الحياة كل إنسان فينا فيه إله حيز بده كميه من الهواء كميه من أكسجين كميه من المساحة اللي يعيش فيها إحنا في مساء 15 أيار 48 بقي على أرضه من الشعب فلسطين 150 ألف فلسطيني اليوم إحنا بعد سبعين سنة مليون ونص عشر أضعاف ومحصورين بنفس الواء وهل أضيف ألم ولا متر واحد وبهذا الشكل ممكن يعني أنا بلاقي ناس مثلا بيجوا عندي شباب اللي فين دم مصابين بالصاص ليه إنه جاره عشرة سمت متر السيارة وفاتت في الموقف سيارة جاره وما فيش محلات بصير صراع ونقاش وشجاره وبصير كتير يعني دماغنا بتفاعل برضو على البيئة اللي إحنا بنعيشها وهذا السؤال إنه دائما يعني حتى وضعهم في كتير مختبارات إنه هل فعلا وين الأماكن اللي ممكن تتأثر من البيئة ممكن تتأثر من وأعطوا شحنات كهربائية في منطقة سماء ميقدالا وشافوا إنه في منطقة معين إذا بتعطي زي تحفيز لهاي الحيوانات بتكون مثل قطعة كانت قليمة كانت عنيفة جدا عنيفة جدا بينما في منطقة معينة الثانية تعطي نفس الستيموليشن هاي بتكون هادي ومحفظة نعم بدأ أرجع كمان مرة لذكر دوريد الإبيليبسيا إذا أنا بكون ماشي بالشارع وبمكان عام وبصرف إنه في شخص ممكن إنه وقع في الحالة هاي في هذه الحالة طبعا لا ممكن إنه يكون كيف ده أنا بدي أفرق إذا هذا الشخص أغمي عليه صحرا بالزبط بالزبط يعني هذا السؤال نكون للأطباء و للعلماء هو مش سهل في كتير مرة نحن نسميه بسيودو إبيليبسي أو بسيودو سيجرز اللي هي مش سيجرز ما في المية بس على المستوى الهيك العام انت بتشوفي إنسان اللي وقع على الأرض ومثarlo عليه في هناك علامات ممكن نعرف الإذا هي يعني أنا لما المريض يوجدي بسألzept بسألوه نفسه بسأل اللي حواليه اللي شافه انه في الإغماء الإبلبتي اللي هو من نتيجة الصرع بيكون العين العيون مفتوحة وانت بتشوفش البقبو بتشوف السكليرا بشوف بس بيض العين عين مفتوحة العين تقلب يعني تقلب أيوة أكولوجياريك ريفليكس اتنين بيكون فيه ستريزموس يعني الفق مسكر عشانك بنشوف كثير ناس بيكتعوا لسانهم بيزحوا لسانهم ومرأة بسكرة تضع إصباعك تفتحها تفكر أنه هو بدون إخناك ممكن لأن عضلة الفق أقوى عضلة في الجسم وهذاك ممكن تقطع الإصباع شوفنا كثير حالات بحطوا ملعقة في الأيوة بكسروا السن حتى ممكن تحطوا ملعقة ما تلفها فيه هيك شاشي شي هيك مشان ما تمنعش تكسر الأسنان والإيش التالي أنه بيكون الجسم متشنج يعني بيبدأ فيه نسميه حركة كلونيك وبعدها تونيك يعني تكون تشنج متصلب في العضلات كلها والرأس بيكون إلى الأعلى في هذه الحالة بيكون هذا صرع صرع مهم جدا أنه كثير خطأ أنه بيجوا بيرشوا على وجهه مي بيسكوا مي ممنوع أو بدون يطلعوا لسانه لبرة ما هو لسانه طالع لبرة يعني أنت بدك بالعكس الدخل ومشان الأسنان ما تجرحوش وبهذا الشكل وتضعوا على جنبه نوم على جنبه طبعا في مرحلة هو دقيقة لحد دقيقتين الإنسان في الحالي لا يتنفس لحد ثلاث دقائق النوبي ممكن عشانك بتغير لونه بتحول للونه أزرق ليه؟ لأنه متنفسش قطاع الأكسجين وذلك مهم جدا أنه نفتح طريق النفس نمسح بيكون في عنده بلغم بيكون في عنده في آخر مرحلة معينة في عنده إفرازات من الفم ومن اللعاب ومن الدم اللي بيطلع من اللسان وطبعا تركه على ما هو إبعاد عنه كل إشي اللي بيجرح اللي بيضره وغضع تحت رأسه زي مخد وسادة أحسن ما يرج ويخبط رأسه في الأرض أيوة وممكن يأثر بينما نقول السينكوبي أنه يصفرن أنه يفقد الوعي بشكل الغماء العادي ارتخاء هو أكثر بيكون كل جسمه مرتخي عينيه مسكرة حتى برمج وما فيش عليه خوف لازم نرفع القدمين أفضل ممكن ترفع قدمين لترفع ضغط الدم دم على الدم هاي بس يعني بس مش لا تعمل مع أشياء كثيرة أوكي عايشين بحياة السوشال ميديا حياة السرعة بالأعصاب بالأعصاب التلفاني حتى كمصطلح بتخيل أنه احنا منستعملها كثير للمصطلحات أعصابي تلفت صحيح وبطل عندي أعصاب نهارة أعصابي ونهارة أعصابي كثير مستعملها للمصطلحات يعني نصائحك دكتور يعني للجميع بتفسير مبسط وشامل وشمولي لننوجه للمشاهدين نخفف من هذا التوتر صحيح يعني احنا اليوم احنا بنواجه إذا بدأت أحكي لك أنه على حوالي ستين في المئة من المرضى اللي بيصلوا عيادة طبيب العصاب اللي عندهم صدع أوكي معظمهم بيكون الصدع هو ناتج عن حالة عصاب حالة ضغوطات نفسية ومش حالة مرضية ستين في المئة وذلك وكثير من مثل ما حكينا عن الناس اللي بيكون في عندهم فيش تركيز فيش ذاكرة فيش هيك مهم جدا يعني احنا معروف الدماغ في أن منطقة تدعى الهيبو كامبوس وهي جزء من الجزء الليمبيك سيستم اللي هي وظيفتها تخزين كل المعلومات التي اتصلنا ووضعها في ترتيب معين زي مخزن طب ولذلك إذا لازم يعني أنا حكيت معك كلمتين وانت كنت تفكر في مفضوع آخر وتقول لي أنا معك 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 بس انت مع واحد انت بالتفكير الثاني بعد خمس دقائق بس لك شو حكيت لك أنا انت مش ممكن تتذكر ليه لك ما خزنتش يعني اللازم الواحد فينا يعطي لنفسه ولو عشر ثواني بكفي لأنه خليه العصابيين وكنت شتغل سبعين سبع التالاف عملية في نفس الدقيقة نعم مكفي دقيقة وغير ثواني إنك تخزن اللي استقبلته من هالعالم من سواء سمعته أو شفته أو عملته مشان ترجع وتجيبه وتقدمه نفس الإشي بالنسبة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي احنا عايشينها مهم جدا أنه يكون فينا نأخذ يعني نضعش الأمور كلها نراكمها مرة واحدة سجل رتب يعني فيه كان فيه كان نقاش عندنا كيف أنت كنت مدير فيه في مكان معين كيف أنك تكون عملك أكثر ناجح وأكثر نسميه نجاعة 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 إذن كيف أنك كل يوم الصبح تبدأ في المكتب تسجل شو عندي اليوم بدأ مهام أعمالها وتفكر في كل مهمة إيش تعملها وترتبها بشكل مظبوط وتضعش كل شيء لا يوجد شيء اسمه سايكوسوماتيك يعني احنا من كثير الضغوط من أن ننقل المشاكل العالمية على جسمنا وذلك جسمنا بتتألم مثلا عنده صداع مثلا عنده كثير ناس مثلا النوع من النساء خاصة اللي نسميه هستيريا بتحسها مخنوكة ما فيش شيء مع أن النساء أنزل القدرة للملتي تاسكينج عمل المهمات عدة مهمات بذات الآن يعني فيه سؤال كبير كان أنه هل الدماغ وذو كانت ذكر أم أنثى كمان شو الجواه وشو الإجابة طلعا مش معروف بعض نجدنا نفكر في الموضوع لا الدماغ دماغ لا ذكر ولا أنثى المفروض هيك يكون صح؟ طلع فيه أننا في الدماغ في الدماغ فيه أن مناطق يتابع أكثر للأنثى وفي مناطق أكثر باللغة العربية باللغة العربية كان هو موجود بالخانة الذكورية بتخيل فهمش وكدماء صح صح نعم مزبوط اللغة العربية صحية دكتور رفيق مصالحة شكرا لوجودك معنا اليوم وعلى النصائح حفظ العصاب هادي هيك شكرا لك دكتور أهم شيء طبعا الترتيب والنظام وأخذ نفس ومثل ما قلنا لازم يكون عصابنا من حديد نعم 0 0 شكرا